سيكون معنا من القاهرة أيضا السيد عبد الله محمد عثمان المحلل السياسي السوداني سيد الفضل الجهود التي أعذنت عنها الجامعة العربية وما يدور في جدة وما ستقوم به مصر في إطار التواصل مع تشاد وجنوب السودان هل هذه مصار واحدة أو هل هذه مصارات متعددة لفكرة واحدة وهل ما يدور في إطار محاولات تهدئة الأجواء داخل السودان يسيل طبقا لآلية المتعارف عليها أم أنها في إطار ردود الأفعال ومرتبطة بقبود الأطراف داخل السودان لهذه النداءات شكرا جزيلا التحية لك ولمشاهديك الكرام عبر امتداد بسكم المحترم الحقيقة كل ما يدور الآن على الساحة السياسية من حوار في مختلف العواصم المجاورة هو كما تفضلت محاولة للبحث عن مشتركات يمكن أن تقود إلى حوار يفضي إلى هدنة أو استقرار بعده يمكن بعد ذلك بحث ما يمكن أن يتم عمله في المستقبل القريب تقدير الشخصي أن التحرك المصري طبعا تحرك معلوم ومعروف في إطار مسؤولية مصر تياه السودان والعلاقات المتجزرة والعمق المتبادل للدولتين والتواصل بين الشعبين حقيقة وظلنا نقول منذ زمن طويل بأن أكثر الدول تأثرا بما يحدث في السودان هي مصر بحكم الجوار واللغة المشتركة والمصير والشعب الواحد الآن تحركات وزير الخارجية المصرية السيد سامح الشكري في تشاد في جنوب السودان هي في إطار البحث عن مثبتات الأمن والاستقرار والسلم بما يهيئ للدخول في حوار ما يدور الآن في جدة وفي كثير من العواصم في اعتقاد الشخصي هناك تباين كبير في وجهة النظر بين الحكومة السودانية والجيش الوطني في السودان والحركة المتمردة وبعض أفكار الحوار التي تنطوي عليها هذه المبادرات هناك تقاطعات ما أعلن الجيش السوداني عبر الكثير من محدسيه الجنرال الكباشي أو حتى الدبلوماسية السودانية سعادة السفير ضفع الله الحاج علي وما رجح أيضا عن الفريق البرهان بأنه لا حوار مع متمرد رفع البندقية وروع الآمنين ودمر البنيات التحتية وما زال يستحكم في المؤسسات المدنية إنما حوار فقط للبحث عن هدى مستدامة وممرات آمنة توصل الإغاثة للمحتاجين تحت إشراف الحكومة السودانية كل الحوارات التي تدور الآن لم تسفر عن تفاصيل دقيقة حتى المبادرة السنائية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية في جدة حتى هذه اللحظة لم تسفر عن خطوط عريضة هل لديك تفسير لماذا لم تسفر عن شيء ولماذا حتى الآن هي مغلقة ولم تخرج منها أي من البيانات هذا ناتج عن تعقيدات الوضع على الأرض ثم أيضا في اختلاف زوايا نظر الطرفين الطرف الحكومي وطرف المتمردين ما زال القتال الذي يجري حتى هذه اللحظات داخل مدن محددة من السودان الغلب فيه والسيطرة الكلية لجيش السوداني والجيش السوداني يقول بأن هذا تمرد وهو تمرد بالفعل على ماذا نتفاوط على ماذا نجلس نحن فقط معنيين بأخلاق الحرب في أن نتيح فلصة للمدنيين بأن يتحصلوا على خدماتهم الضرورية ويؤمنوا أنفسهم عندما اختار التمرد إطلاق الرصاصة الأولى فهذا يعني أنه أطلق الرصاصة الأولى في أي حوار على أي حوار على أي مساعي سلمية لحل المشكلة وبالتالي من يطلق الرصاصة الأولى فليس له الحق في تحديد الرصاصة الأخيرة الآن الجيش السوداني يتحدث بوضوح كامل عبر متحدسيه وعبر كل السياسين على رأسهم الخارية السودانية بأن الحوار فقط عن هدنة إنسانية لمحاولة معالجة أوضاع المدنيين التي تعقدت بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها هذه العصابة المتمردة نعم طب سيدي هل لك من تفسير لهذه الرواية الرواية آتية أن هناك مبادرات للجلوس في جوبا والجلوس في المملكة العربية السعودية في جدة على وجه التحديد كان هناك حالة رفضة حتى أن خرج التصريح بشكله الواضح أننا لن نجلس هنا أو هناك والآن تغير الأمر وجلست بعض الأطراف أو وفقت بعض الأطراف الممثلة للجيش السوداني والممثلة لميليشيا الدعم السريع لماذا رفضت وعنوانت ذلك ثم وفقت وما بين الرفض والموفقة قالت أن الجلوس سيكون فقط في الأمور العسكرية وليست طاولة مفاوضات هذه التلاصم بهذه المراحل بهذه الاشتباكات صعودا وهبوطا هل لك من تفسير لها؟ هو في الحقيقة في تقدير الشخصي ليس هناك صعود وهبوط في تصريحات في ميالي الجانب الحكومي التصريح كان واضح وبعبارات واضحة جدا بأن الجلوس فقط لمناقشة الأشياء الإنسانية ومحاولة إجلاء هؤلاء المتمردين أقصد أنه هل الولايات المتحدة مارست ضغطا ما حتى تقبل الأطراف حتى وبصورة غير مباشرة أن تذهب؟ الوضع الطبيعي أن هناك ضغوط تمارس هنا وهناك حوافز أيضا تبزل ما تفضلت أنت به في أول السؤال أن هناك ضغوط شديد حقيقة على قيادة الجيش السوداني من قطاعات لا يستهان بها من الشعب السوداني ومن داخل القوات النظامية بألا جلوسها للتفاوض مطلقا مع من تمرد على سلطة الدولة وروع المواطنين هذا الضغط في تقديري الشخصي بالنظر إليه بالتوازن بالتوازن مع بعض الضغوط التي يمكن أن تمارس بعض الدول الصديقة لمحاولة البحث عن مشتركات سيرجح تماما الجانب التي استفت فيه جماهير الشعب السوداني وجيشها في أن التمرد حقيقة ومرتكبه من جرائم حرب لم تجد حتى هذه اللحظة من يدينها بعبارات واضحة لن يدع مجال لجلوس لحوار يعيد هذه المليشيات المتمردة إلى المعادلة السياسية مرة أخرى الشعب السوداني والحكومات المتعاقبة على السودان مرت على حقب سياسية متطاولة إلى ضغوط وصلت حد المقاطع لأكثر من 20 عام على الحكومة السودانية وعلى الشعب السوداني لم تسمر شيئا ونحن جربنا هذه الضغوط كثيرا ولم تسمر عندما يكون الضغط لاختطاف حل سياسي لا يوافق تطلعات الشعب السوداني فأكيد هذا لن يكتب له الاستمرار ولن تغامر قيادة سياسية أو عسكرية في السودان بقبول مثل هذه الضغوط فأنا في تقديري شخصي الموقف الحكومي الذي سيلتزم به المفاوضون سواء كان في جوبة كما تفضلت أو حتى في السعودية أو في أي مكان آخر هو ما أعلنت عنه الدبلوماسية السودانية وما أعلنت عنه القيادة العسكرية والسيادية في السودان تفاوض فقط من أجل الأمور الإنسانية إنما أي تفاوض يمنح قبلة حياة لهذه المليشيات المتمردة لإعادة تموضوعة أو استردادة لأنفاسها أو تأمين أي خطوط للإمداد فهذا لا يمكن أن يحدث على أرض الواقع مطلقا ترجمة نانسي قنقر